بسم الله الرحمن الرحيم وانت الحلقة عن التنفس وعن معرفة عملية التنفس وأهميتها بالنسبة للنبات وعرفنا أن عملية التنفس هي عملية هامة جدا وحيوية جدا في جميع الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية فما فيش كائن حي على وجه الكرة الأرضية لا يقوم بعملية التنفس وعرفنا أن عملية التنفس هي عملية هدم للمادة الغذائية المعقدة أو للمواد المعقدة داخل النبات زي البروتينات والسكريات والدهون وعرفنا أن عملية التنفس بتقوم بعملية الهدم لإطلاق كمية مناسبة من الطاقة بتساعد في القيام بجميع العمليات الحيوية داخل النبات كمان عرفنا أن التنفس بيحدث في جميع الخلايا النباتية مش في خلايا واحدة أو في خلايا معينة زي الخلايا الخضراء أو البلستات الخضراء في الأوراق أو في النباتات لكن عملية التنفس بتحدث في جميع الخلايا النباتية جميع الخلايا بتقوم بعملية التنفس وبتحدث عملية التنفس ليلا ونهارا وليس نهارا فقط كما في عملية البناء الضوئي بيقوم بعملية البناء الضوئي في النهار فقط أما عملية التنفس بتفضل مستمرة ليلا ونهارا إذن عملية التنفس وهي عملية حيوية جدا وعملية تعتبر هي أكبر عملية بيقوم بها الكائن الحي على وجه الكرة الأرضية هنشوف النهاردة مع بعضينا أهمية التنفس لنمو النبات أهمية التنفس لنمو النبات زي ما احنا شايفين قدامنا هو رقم واحد انتاج كمية من الطاقة تستخدم في العمليات الحيوية المختلفة وفي بناء مركبات جديدة في النبات رقم اثنين أثناء عملية التنفس بتتكون مركبات وسطية ذات أهمية في بناء مركبات أخرى هامة لنمو النبات رقم ثلاثة تكوين حامد البيروفيك المركب والوسطي لتكوين وبناء العديد من المركبات الهمة مثل الأحماض الأمينية كمان عندنا انتاج مركبات الاستيل كو انزيم الذي يعتبر مركب وسطي في التفاعلات البنائية لكثير من المركبات العضوية في الخلايا زي الأحماض الدهنية والزيوت والهرمونات كمان عرفنا أن أهمية دورة كريبس كعملية بتحدث أثناء التنفس بتساهم في انتاج الطاقة في الخلايا كما تمد النبات بالأحماض العضوية اللي بتعتبر مصدرا للهياكل الكربونية اللي بتستخدم في بناء مركبات أخرى زي الأحماض الأمينية والمواد الفينولية والصبغات وغيرها من المركبات الهامة لنمو النبات عايزين نعرف بقى الفرق بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس احنا خدنا الحلقة اللي فاتت كنا اسمين الحلقة على البناء الضوئي وعلى التنفس وعرفنا أن عملية البناء الضوئي هي عكس عملية التنفس تقريبا فعملية البناء الضوئي هي عملية بناء للمادة الغذائية داخل النبات من مركبات بسيطة جدا زي ضوء الشمس والعناصر المعدنية الموجودة في التربة زي الماء وبيقوم النبات بعد كده بعملية البناء الضوئي من خلال امتصاص كمان ثاني أكسيد الكربون وقيام ببناء أول مركب وهو بيكون عادة سكر بسيط زي سكر الجلوكوز الأحادي اللي هو C6H12O6 اللي احنا عرفناه وقدرنا من خلال هذا السكر نحول هذا السكر إلى بروتين ثم إلى دهون ثم إلى نشا وبعض المواد المعقدة الكيميائية أما في التنفس فعرفنا أنه هو عملية لهدم هذه المواد المعقدة اللي هي البروتينات والدهون والنشا علشان إطلاق إطاق طيب لو جالي بقى سؤال في الامتحان وقال لي قارن بين عملية البناء الضوئي والتنفس أو قال لي مثلا قارن في جدول بين البناء الضوئي والتنفس يا طرح هنجاوب بإيه؟ تعالوا نشوف مع بعضينا جدول المقارنة وإزاي هنقدر نقارن بين عملية البناء الضوئي والتنفس فعملية البناء الضوئي بتعتمد على وجود صبغة الكلوروفيل وده طبعا علشان تقوم فيه ببناء بعض المركبات أما في عملية التنفس فلا تعتمد على وجود الكلوروفيل رقم اثنين إن عملية البناء الضوئي بتحدث في الخلايا الخضراء فقط المحتوى على البلاستيدات أما عملية التنفس فبتحدث في جميع أنواع الخلايا الحية بالنبات زي ما قلنا رقم ثلاثة بتعتمد على وجود الضوء أثناء النهار هنا في التنفس لا تعتمد على وجود الضوء وتتم باستمرار ليلا ونهارا هنا في عملية البناء الضوئي بيصاحبها تصاعد الأكسجين إن هو أوتو وهنا يصاحبها امتصاص وليس تصاعد غاز الأكسجين أوتو وفي عملية البناء الضوئي عملية بناء وتكوين للمواد الغذائية ليه الكربوهيدراطية والنشوية وغيرها أما في عملية التنفس فهي عملية هدم وتأكسد للمواد الغذائية وكلمة تأكسد معناها الاعتماد في الأكسجين على إحراق هذه المواد الغذائية رقم ستة فعملية البناء الضوئي موادها الخام هي ثاني أكسيد الكربون والماء أما في عملية التنفس فعملية تعتبر هي عملية زي ما احنا شايفين كده مواد الخام هي الأكسجين رقم سبعة تنتج السكريات الأحادية والماء والأكسجين كتعتبر مواد أولية هنا بتنتج ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة تعمل على تخزين الطاقة في الروابط الكيميائية ده في عملية البناء الضوئي أما في عملية التنفس فتعمل على إطلاق الطاقة رقم تسعة بتؤدي إلى زيادة الوزن الجاف للنبات هنا بتؤدي إلى نقص الوزن الجاف في النبات آخر حاجة إن عملية البناء الضوئي بيتحول فيها ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2 والماء مواد غير عضوية بسيطة إلى سكر الفركتوز أو الجلوكوز اللي هو بيعتبر مواد عضوية معقدة حسب هذه المعادلة 6CO2 زائد 12H2O في وجود الضوء والكلوروفيل بيدينا C6H12O6 زائد 6H2O اللي هو جزء الماء زائد 6O2 طيب في عملية التنفس بنجد إن بيتحول فيها سكر الجلوكوز اللي هو كان ناتج في عملية البناء الضوئي بيتحول فيها سكر الجلوكوز هوائيا يعني في وجود الأكسوجين إلى ثاني أكسيد كربون إزاي C6H12O6 اللي هو الجلوكوز زائد 6CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون حيدينا 6CO2 هو المفروض 6CO2 حيدينا 6CO2 زائد H2O اللي هو جزء الماء أو بخار الماء المعروفة إذن عرفنا الفروق بين عملية البناء الضوئي وعملية التنفس وإزاي نقارن بينهم هما الاتنين وعرفنا إن هنا في عشر جزيئات أو عشر أجزاء في المقارنة لو إحنا كتبنا ستة أو سبعة منهم بنكون وفينا بحق السؤال وبنكون خدنا العلامة النهائية في السؤال طيب عايزين بقى نشوف التجارب اللي بتدل على حدوث التنفس داخل النبات وأهمية التنفس داخل النبات وده هنقرره من خلال هذه التجارب اللي هنشوفها سوا مع بعضينا أول تجربة وهي تجربة إثبات تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التنفس زي ما إحنا شايفين إن في قدامنا أربع دوارق كل دورق موصل بالآخر عن طريق أنبوب رفيع بيوصل بينهم أحد الأطراف فيهم بيكون أقصر من الآخر زي ما إحنا شايفين آه دي الدورق الأولة هو ودي الأنبوب اللي إحنا بنقول عليه بيوصل بين الدورقين زي ما إحنا شايفين الدورق بيكون زو فتحتين وبتكون مغلقة بإحكام الفتحة دايما التانية اللي هي بتوصل بين الدورق الأول والتاني أو التاني والتالت وغيره بيكون أحد أطراف الأنبوب قصير زي ما إحنا شايفين وفي الدورق الثاني بيكون كبير هنا نفس القصة هنجد إن في أمبوبين برضو بيوصل بين الدورق الثاني والدورق الثالث اللي إحنا مرقمينهم وبيوصل بين الدورق الثالث والرابع زي ما إحنا شايفين طيب إيه بقى خطوات التجربة خطوات التجربة زي ما إحنا شايفين نحضر أربعة دورق نضع في الأول محلول صودة كوية مركزة ليه؟ لامتصاص CO2 ساني أكسيد الكربون من الهواء اللي داخل للدورق في الدورق الثاني هنحط محلول هيدروكسيد كالسيوم اللي هو ماء الجير الرائق للتأكد من أن مرور ساني أكسيد الكربون لا يعكر ماء الجير رقم 3 هنحط 20 جرام بزور حية في الدورق الثالث وفي الرابع هنحط برضو تاني هيدروكسيد كالسيوم اللي هو ماء الجير الرائق اللي هو لم يمر عليه حتى الآن ساني أكسيد الكربون طيب الخطوة اللي بعد كده هنوصل الدورق ببعضها بأنبيب توصيل زجاجية اللي إحنا تكلمنا عليها بحيث يصل طرف الأنبوب الطويل إلى قاعد دورق والطرف القصير منه لا يصل إلى سطح المحلول يبقى إحنا مش عايزين الأنبوب اللي بيصل بين أو الأنبوب طرف الأنبوب التاني يصل إلى سطح المحلول اللي إحنا حطينه اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم الخطوة الثالثة إن إحنا هندخل الهوى زي ما إحنا شايفين من فوهة الأنبوب الأول اللي هو بيتصل بالدورق الأول من الفتحة الأولى وحنشوف إيه اللي هيحصل أربعة أو الخطوة الرابعة هنلاحظ تغير ماء الجير اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم في الزجاجة الرابعة وليس في الزجاجة الثانية المفروض إن إحنا حطين هيدروكسيد كالسيوم في الدورق رقم 2 وفي الدورق رقم 3 لكن لاحظنا إن ماء الجير ما تعكرش إلا في الدورق الرابع المشاهدة يشاهد تعكير ماء الجير الرائق في الدورق الرابع وده بعد مروره على العشرين جرام بزور نباتية ممكن تكون أمحة ممكن تكون درة وتكوين راسب أبيض في الزجاجة الرابعة أو في الدورق الرابع طب نستنتج من كده يا أولاد هنستنتج إن البزور الحية اللي إحنا جبناها حطناه في الدورق الثالث البزور الحية بتتنفس هوائيا ويخرج منها غاز ساني أكسيد الكربون كناتج للتنفس ويتفاعل ساني أكسيد الكربون اللي هو ناتج التنفس ده مع محلول ماء الجير اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم ويتكون نتيجة هذا التفاعل راسب أبيض من كربونات الكالسيوم بيسبب تعكير ماء الجير اللي هو كان المفروض إنه هو ماء رائق خالص بيتحول إلى لون متعكر داخل الدورق الرابع مع وجود راسب أبيض من كربونات الكالسيوم وبيخرج ساني أكسيد الكربون من الطرف الأنبوبة الأخير زي ما احنا شايفين ده دليل على خروج ثاني أكسيد الكربون كناتج من نواتج التنفس يبقى شفنا في التجربة الأولى ناتج التنفس بتاع البزور الحية اللي هو العشرين جرام من حبوب الأمحة أو الضرة اللي حطناها في الدورق الثالث بدأت إن هي بتتنفس بمرور طبعاً الهواء الداخل إليها بدأت تسحب الأكسوجين وتخرج ساني أكسيد الكربون وبكده ساني أكسيد الكربون لم يجد مخرج إلا طرف الأنبوبة القصير اللي هو موصل بالدورق الرابع اللي بيحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم أو ماء الجير بمرور ساني أكسيد الكربون على ماء الجير حدث تفاعل تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم مع الكربون أو ساني أكسيد الكربون ومتكون لنا مادة كربونات الكالسيوم اللي بتظهر على هيئة راصب أبيض في قاع الدورق وبنجد أن ماء الجير تعكر نتيجة خروج ثاني أكسيد الكربون من البذور أثناء التنفس طيب إيه اللي حصل في ماء الجير اللي في الدورق الثاني ما حصلوش أي تغيير لأن التنفس كان بيمر من خلال الدورق الثالث إلى الدورق الرابع وليس من الدورق الثالث إلى الثاني علشان كده ماء الجير فضل رائق في الدورق الثاني بينما تعكر في الدورق الرابع نشوف التجربة الثانية ونشوف بتتكلم عن إيه وإيه علاقتها بعملية التنفس التجربة الثانية هي تجربة إثبات إمبعاث الحرارة أثناء عملية التنفس يعني أثناء عملية التنفس بتحدث ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة أن التنفس بينتج طاقة وهو ده اللي حنشوفه من خلال خطوات التجربة زي ما احنا شايفين عندنا أو جايبين ترموسين الترموس اللي هو الترموس الشاي أو المية المعروفة عندنا وبنحط فيه الأول بزور حية وفي التاني بزور ميتة وبنضع ترمومتر من فوهة الترموس إلى داخل الحبوب أو متصل بالحبوب طيب إيه اللي حيحصل؟ خطوات التجربة اغسل 20 جرام بزور فول حية نابتة وضعها في ترموس مع قليل من الماء يبقى هنحط في المية برضو شوية في الترموس شوية مية علشان البزور تفضل كتنفس وتقوم بعملية التنفس بنضع في الترموس التاني نفس كمية البزور لكن بزور ميتة مش حية مش منبتة وبعد وضعها في ماء مغلي طبعا عشان نضمن موت الجنين أو قتل الجنين بالحرارة ولمنعة عفونها أيضا ثم نضعها في الترموس التاني بندخل ترمومتر في كل ترموس من الترموسين ثم نسد فوهة كل ترموس منهم بقطعة قطنة زي ما احنا شايفين ننتظر بعض الوقت ثم نسجل مقدار التغير في درجة حرارة كل ترمومتر ونكتب المشاهدة المشاهدة ان احنا هنلاحظ ارتفاع درجة الحرارة في الترمومتر اللي بجواء البزور النباتية الحية بينما لا يرتفع مؤشر الترمومتر في الترموس التاني اللي فيه البزور الفول الميتة واللي طبعا قتلناها بالحرارة أو قتلنا الجنين بتاعها بالحرارة فضمنا كده ان الجنين مات وان البزور ميتة وبالتالي لا تقوم بعملية التنفس وحنجد ان الترمومتر لا يرتفع مؤشره على درجة حرارة اخرى طب نستنتج من كده ايه نستنتج تنفس البزور الحية تنفسا هوائيا وبذلك بتنطلق الطاقة ويخرج جزء من الطاقة على شكل حرارة بتنتقل الى الجو المحيط بالبزرة وبكده بنلاحظ ارتفاع مؤشر درجة حرارة الترمومتر بما يثبت انبعاث الحرارة اثناء عملية التنفس يبقى اذا التجربة التانية بتقول ان عملية التنفس بيصحبها حرارة وان الحرارة دي بتثبت ان هذه البزور حية وان عملية التنفس بتخرج طاقة من خلالها على شكل حرارة هذه الطاقة بتخرج على شكل حرارة قدرنا نعرف الكلام ازاي ده من خلال التجربة اللي اجرناها ولقينا ان مؤشر الترمومتر بدأ يرتفع في الترموس اللي فيه البزور الحية نتيجة خروج طاقة اثناء عملية التنفس بتخرج على هيئة حرارة بتحيط بالبزور الحية طيب دي كانت التجربة التانية اللي بتثبت ان التنفس بيصحبه حرارة نتيجة الطاقة الخارجة منه هنشوف اخر تجربة معنا والتنفس وهي تجربة اثبات التنفس اللاهوائي في البزور ده دور وقيم زي ما احنا شايفين بنحضر انبوبة اختبار ونملأها بالزئبق ثم ننكسها في كأس به زئبق هو يبقى الكأس اللي احنا شايفينه او الحوض الزجاجي اللي احنا شايفينه ده موجود في زئبق كمان بنجيب انبوبة اختبار ونملأها ايضا بالزئبق ثم ننكسها في الحوض ايضا اللي مملوء بالزئبق ندخل في فوهد الانبوب بعض بزور حية نباتية والمفروض تكون منبتها علشان يعني نثبت ان هي حية ونلاحظ انها بتطفو فوق سطح الزئبق بالانبوبة لقلة كسافتها زي ما احنا شايفين كده قدامنا ان البزور او الحبوب النابتة الحية بتكون اقل كسافة من الزئبق فبتظهر على سطح الزئبق بنترك التجربة لمدة يومين ونلاحظ التغير في مستوى سطح الزئبق في الانبوبة وبنكتب المشاهدة ندخل قطعة من الصدى الكاوية في فوهد الانبوبة ونلاحظ ارتفاع الزئبق في الانبوبة مرة اخرى طيب المشاهدة نلاحظ انخفاض سطح الزئبق بالانبوبة المقلوب ثم يرتفع بعد اضافة الصودة الكاوي نستنتج يا ولاد من كده ايه نستنتج انه نتيجة لعملية التنفس اللي هوائي يعني عدم وجود اكسوجين بيخرج ثاني اكسيد الكربون وبيتجمع فوق سطح الانبوبة وبيبدأ يضغط على الزئبق فينخفض مستوى ثم بعد اضافة الصودة الكاوية الصودة الكاوية بتقوم بامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون فبيبدأ الزئبق يرجع تاني لمستوى الحقيقي وهذا دليل على حدوث التنفس اللي هوائي وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون من عملية التنفس بالتجربة دي بنكون انتهينا من تجارب التنفس واللي هيجيلك منها اكيد تجربة منهم في امتحان العملي وعايزين نعرف من خلال هذه التجارب اهمية عملية التنفس وازاي بتحدث في النبات واللي من خلال هذه التجارب قدرنا نكتشف ان ثاني اكسيد الكربون هو ناتج التنفس وان اثناء التنفس بتخرج الطاقة على هيئة حرارة وشفنا ازاي ان التنفس بيعكر ماء الجير الرائق نتيجة خروج ثاني اكسيد الكربون بعد كده حننتقل الى موضوع اخر خالص وهو موضوع النمو في النبات وزي ما احنا عارفين ان عملية النمو مش في النبات وبس عملية النمو عامة بتحدث في جميع الكائنات الحية اما الجماد لا يحدث في اي نمو اذا النمو ايضا عملية حيوية بتحدث داخل جميع الكائنات الحية ومنها النبات عايزين نتعرف على عملية النمو وازاي بيحدث في النبات وايه التغيرات اللي بتحدث اثناء عملية النمو تعالوا بينا نشوف الشريحة اللي بعد كده ونتكلم عن النمو في النبات النمو من صفات الكائن الحي ويعتبر النمو زيادة مستمرة غير عكسية في تكوين النبات ويعرف النمو كالآتي النمو هو زيادة مستمرة غير عكسية في حجم ووزن وطول النبات يبقى هو زيادة مستمرة زيادة مستمرة زي في اتجاه واحد غير عكسية النبات ما بيصغرش لا النبات بيظل ينمو اذا هي عملية استمرارية غير عكسية بيحدث نتيجتها تغير في حجم ووزن وطول النبات كله او احد اعضاء وهناك ظواهر تصاحب النمو ايه هي الظواهر اللي بتصاحب النمو رقم واحد زيادة عدد الخلايا يبقى النمو بيتبعه زيادة عدد الخلايا وزيادة حجم الخلايا او العضو النباتي يبقى مش عدده بس لا وحجم كمان وزيادة كمية البروتوبلازم اللي هي زيادة الوزن ايضا في النبات ثم زيادة كمية بعض مكونات الخلية يعني بعض مكونات الخلية بقى بتزاد وبتظهر زي ايه زي زيادة عدد البلستيدات الخضراء وزيادة حجمها او زيادة حجم الفجوة العصرية طيب ايه مراحل نمو الخلية النباتية اثناء عملية النمو بيصاحبها تغيرات عدة وعملية النمو بتتم على مراحل زي بالضبط الانسان او اي كائن حيا اخر فحنشوف مراحل نمو الخلية النباتية وحنشوف المرحلة الاولى منه وهو مرحلة الانقسام او زيادة العدد احنا اتفقنا ان النمو بيتم فيه زيادة في عدد الخلايا وحجم الخلية وايضا وزنها وزيادة مكونات المواد او الاعضاء الداخلية في الخلية اذا هو زيادة في كل شيء في الطول في الحجم في الوزن في العدد طيب المرحلة الاولى هتكون هي زيادة عدد الخلايا المرسمية واحنا عارفين ان الخلايا المرسمية دي خلايا انشائية يعني خلايا نموة اصلا يعني ربنا خلائها اصلا علشان عملية النمو والاستطالة والتكاصر داخل النبات فهي خلية بتتكاصر وبيزيد عددها وبزيادة عددها بيبدأ ينمو النبات زي ما حنشوف دلوقتي في مرحلة زيادة العدد او مرحلة الانقسام بتزداد فيها عدد الخلايا ووزنها ممكن يجييني سؤالي يقولي طب علم اقوله لزيادة كمية البروتوبلازم والمواد المكونة للجدار الخلوي يعني ايه الكلام ده يعني في الخلية بيزيد كمية البروتوبلازم وبكده بيزيد وزن الخلية وبيبدأ كمان يزداد مكونات الجدار الخلوي في الصمك طيب المرحلة التانية بيصاحبها مرحلة الاستطالة يبقى الاولى كانت زيادة عدد الخلايا ثم المرحلة التانية هي مرحلة الاستطالة او النمو في حجم الخلية وينمو فيها جدار الخلية في الصمك وتزداد في ابعاد الخلية على حساب نمو البروتوبلازم فين البروتوبلازم هو جميع المادة المحيطة بالعضيات الداخلية في الخلية زي ما احنا شايفين دي خلايا جنب بعضها هي وزي ما احنا شايفين ان الخلايا بتبدأ تتسع بقى وبيزداد حجمها وبالتالي بيبدأ البروتوبلازم ده نتيجة طبعا نمو البروتوبلازم وقطرته داخل الخلية فبيبدأ ان هو يزيح جدران الخلية الى الخارج فبيزداد حجمها زي ما احنا شايفين في الصورة تزداد في ابعاد الخلية على حساب نمو البروتوبلازم وبيبدأ ظهور الفجوة العصرية وبيبدأ يزيد كمان حجم الفجوة العصرية وبتمتص الخلية الماء نتيجة هذا ويزداد حجمها ووزنها زي ما بنشوف في الصورة اللي قدامها المرحلة التالتة هتكون هي مرحلة التمييز او التكشف او اللي بنسميها مرحلة التخصص وتتخصص فيها الخلايا المراستمية للقيام بوظائف معينة بيحدث تغيرات في شكل الخلايا نتيجة ذلك فتأخذ شكلها وحجمها النهائي يعني اذن الخلايا المراستمية بتقوم بوظيفة النمو وبيحدث فيها التغيرات اللي اتكلمنا عنها وبيبدأ شكل الخلية يتغير نتيجة ان البروتوبلازمة عمالي يزيد وجدار الخلية عمالي يكبر فتأخذ شكل جديد وحجم جديد وبيبقى دا شكلها وحجمها النهائي كأن تكون الخلايا الكولورانشيمية تروية الشكل وتحتوي على بلاستيدات خضراء للقيام بعملية البناء الضوئي اللي احنا شايفينه دا دي طبعا الخلايا بتاعتنا دا جدار الخلية واللاخدر اللي احنا شايفينه دا دي البلاستيدات الخضراء بنمو النبات بيبدأ تزداد الخلايا اللي بتحتوي على الكولوروفيل أو اللي بنسميها البلاستيدات الخضراء ودي طبعا غير البلاستيدات الملونة والبلاستيدات الغير ملونة ودي اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي وبالتالي المساهمة في عملية النمو طيب عايزين نعرف بقى ايه مناطق النمو في النبات هنجد ان مناطق النمو في النبات بتنشط الانسجة المرستيمية في مناطق النمو زي قمم الجزور وقمم السيكان والكامبيوم اللي هو الحزمة الوعائية ويمكن قياس النمو بالطرق التالية ازاي نقدر نقيسه باربع طرق قياس الزيادة في الوزن الجاف اللي هو وزن الخلايا قياس الزيادة في الطول وده طبعا عن طريق المدر او قياس الزيادة في الحجم او قياس الزيادة في مساحة الاوراق يبقى ازا في تلات مراحل بتصاحب عملية النمو مرحلة زيادة العدد مرحلة زيادة الوزن ومرحلة زيادة الطول او الحجم في الخلية وكلها قائمة على زيادة البروتوبلازم داخل الخلية وقلنا ان مادة البروتوبلازم تعتبر هي مادة الحياة في الخلية واللي بتحيط بجميع عضيات الخلية ويقوم خلالها النبات او بتقوم خلالها الخلية بجميع التفاعلات الكيميائية اللازمة فين في الوسط ده في البروتوبلازم ازا البروتوبلازم هو يعتبر مادة الحياة بالنسبة للخلية وبالتالي فهو بينمو نتيجة امتصاص الخلية للماء وبما ان الخلية تمتص الماء بتقوم بعملية نموه وبتقوم بعملية زيادة وبتجعل هذه الاعضاء الداخلية تنشط وبالتالي بيزيد حجم البروتوبلازم وبزيادة حجم البروتوبلازم بيزداد حجم الخلية وتبدأ ان هي تنتفخ فيبدأ الجدار الخلوي يتغير شكله ويتغير وزنه ويتغير حجمه كذلك الخلية المرسمية اللي بتكون موجودة في قمم النبات اللي هو في القمة النمية او في القمم الجانبية او في القمة الجزور بتاعتها كلها بتنمو في اتجاه معاكس فحتجد ان القمم النباتية بتتجه الى اعلى اما قمة الجزور بتتجه الى اسفل ودي تعتبر حركة برضو في النبات يعني ده من ضمن حركة النبات اذا النمو بيصحب حركة قد تكون حركة عكسية زي حركة النمو بالاعلى من خلال الخلية المرسمية الموجودة في قمم النبات او عن طريق الخلايا المرسمية اللي موجودة في قمم الجزور مش كده وبس ده كمان بينمو عرضيا او بينمو في القطر نتيجة زيادة قطر الكامبيوم ايه هو الكامبيوم هو المنطقة اللي بتحوي الحزم الوعائية اوعية الخشب المسؤولة عن نقل الماء والعناصر الغذائية الى جميع اجزاء النبات والاوعية خشبية والاوعية اللحائية اللي هي بتقوم بنقل المادة الغذائية الى جميع خلايا النبات هنشوف مع بعضينا مناطق النمو ومعرفة قياسها زي ما قلنا بيكون من خلال قياس الزيادة في الوزن وقياس الزيادة في الطول وقياس الزيادة في الحجم ثم زيادة مساحة الاوراق كدلالة على نمو النبات ويمر النبات بعدة مراحل اسناء نمو هي مرحلة انبات البزور وتكوين البادرة ثم مرحلة النمو الخضري ثم مرحلة التزهير ثم مرحلة الاسمار وتكوين بزور وبتكوين البزور بتنتهي دورة حياة النبات الحولي الراقي يعني ايه الكلام ده بيقول هنا ان النبات بيقدر ان هو ينمو من خلال عدة ايضا مراحل ولكن هذه المراحل بتكون مراحل ظاهرة للعيان فمرحلة انبات ومرحلة نمو خضري بيزاد فيها المجموع الخضري وبيواجهه او بيكون مقابل له نمو المجموع الجزري بس احنا بنطلق عليه المجموع الخضري او نموه في المجموع الخضري على اساس ان المجموع الخضري هو اللي ظهر لنا على سطح التربة اما الجزور احنا مش شايفينها لانها تحت سطح التربة اذا فاحنا بنتكلم على مرحلة نمو خضري ثم يتبعها مرحلة نمو زهري يعني تكوين الظهور والبرعم الزهرية او النورات ثم تكوين سمار وبزور وبتكوين البزور بتكون دي نهاية مرحلة النمو ومرحلة حياة النبات الحولي ايه هو النبات الحولي؟ النبات اللي بيعيش سنة او سنتين بنسميه نبات حولي مش نبات مستديم او نبات دائم فهذا النبات واغلبه بيكون عشبيات هذا النبات الحولي بمجرد ما بيبدأ بتكوين البزور بتكون دي خلاص نهايته بدأ ان هو يجيب اطفال من خلال البزور اللي هي عبارة عن نباتات صغيرة بتحوي جميع الوظائف والصفات بتاعة النبات الام وبكده بيكون النبات قام بوظيفته او بالمهمة بتاعته وبتنتهي دورة حياته علشان تبدأ دورة حياة جديدة مع البزرة اللي هتنبت وتكون نبات جديد ولكل نبات دورة حياة بتختلف باختلاف نوع النبات وتركيبه كالقاتي الف دورة حياة النبات الحولي الزهري النبات الحولي الزهري بيمر باربع مراحل هي مرحلة تكوين البزور على النبات الام يعني النبات الام بيبدأ ان هو يكون البزور ثم مرحلة انبات هذه البزور هتبدأ بقى البزور تنبت زي ما احنا شايفين اهو ثم مرحلة النمو الخضري وهو زيادة المجموع الخضري او زيادة الاوراق وزيادة حجم المجموع الخضري ووزه وطوله مع مرحلة التزهير والاسمار في نهاية دورة حياته بتكوين الزهور وبالتالي السمار الدورة حياة التانية هتكون دورة حياة النباتات المستديمة اللي هي مستديمة الحياة لمراحل عمرية طويلة زي الاشجار ودي بيتم فيها نشوء وتكوين براعم جديدة على طول باستمرار اما ان تكون براعم خضرية او براعم زهرية وده لاستمرار النمو ثم النمو الخضري وبتنمو في براعم خضرية لتكوين فروع خضرية واوراق جديدة ثم النمو الزهري والسمري وبتتكون فيه براعم زهرية لتكوين ازهار ثم سمار ونلاحظ ان النمو الزهري والسمري بيكون عادة مستمر كل عام او بيحدث في كل عام مرة اولا مراحل انبات البذور في النباتات المستديمة الانبات هو معاودة الجنين الساكن بالبذرة للنمو يبقى عملية الانبات هو معاودة الجنين الساكن بالبذرة للنمو النمو الناشط وتمزق القصرة وظهور البادرة الصغيرة فوق سطح التربة وهناك عوامل بيئية بتوافرها بيتم الانبات وبينشط الجنين منها زي ايه العوامل البيئية دي؟ زي الماء درجة الحرارة المناسبة والاكسوجين زي ما حنشوف في الشريحة اللي بعد كده يبقى عملية الانبات هي عملية بيقوم فيها الجنين الساكن لان الجنين جوه البذور بيكون ساكن او في حالة سكون او كومون لحد ما يبدأ امتصاص الماء داخل من النقير الى داخل الجنين او الاندوسبرم ويبدأ تحلل المادة الغذائية المخزنة حوالين الجنين وبكده بيبدأ الجنين يمتص الماء والمادة الغذائية اللي هي عبارة عن مادة نشوية عادة بتكون محيطة به بتبدأ ان هي تتفكك وتتحول الى مادة بسيطة بيبدأ الجنين يمتصها ويبدأ في الحياة اذا من حالة سكون الى حالة نشاط حيوي بعد كده بتتمزق القصرة بتعطيه نتيجة ان الجنين بيتغذى فبيبدأ حجمه يزيد وبالتالي القصرة او الغلاف بتاع البذرة المحيط به اللي هو بيحافظ على البذرة او جنين البذرة وما حولها بيبدأ هذا الغلاف او القشرة او القصرة زي ما بنطلق عليها تبدأ ان هي تتمزق ويبدأ الجنين يخرج على هيئة ريشة الى اعلى مكون المجموع الخضري والجزير اللي هيكون المجموع الجزري فيما بعد وبعدين اتكلمنا على بعض العوامل الحيوية اللي بتأثر على عملية الانباد وجدنا ان الاكسوجين والحرارة والماء من اهم العناصر الخارجية المؤثرة على عملية انبات البذور في النبات تعالوا نشوف ونتكلم عن كل مرحلة لوحدها وكل عنصر من العناصر على حدة في مرحلة الانبات بتحدث مرحلة تشرب البذور للماء وتكوين وتنشيط الانزيمات وايضا مرحلة تحلل الغذاء المخزن وتكوين مركبات بسيطة وانتقالها الى الجنين ثم مرحلة تكشف الجزير ونمو البادرة زي ما احنا شايفين هذه البذرة بتبدأ انها تمتص الماء وتبدأ ان القصرة تتمزق او القشرة الخارجية تتمزق ويبدأ يخرج الجزير زي ما احنا شايفين الى اسفل ويبدأ نشاط ونمو البادرة الى اعلى زي ما احنا شايفين مكونة ورقتين فلقيتين كما نرى طيب مراحل الانبات في البذور فبعض الاحيان قد لا تنبط بعض البذور بالرغم من توفر العوامل الخارجية اللي قلنا عليها الماء والحرارة والاكسوجين وبرغم توفر العوامل الخارجية المناسبة للانبات لا تنبط هذه البذور فيطلق على هذه البذور انها في حالة كمون ويرجع هذا الكمون لعدة اسباب منها اولا الكمون الاولي وده بيشمل يا اما صلابة البذرة او صلابة اغلفة البذرة وعدم قدرة الجنين على تمزقها والخروج لسطح الطربة او عدم قدرة الماء والاكسوجين على النفاذ من خلال اغلفة البذرة الى الجنين او ممكن يكون الجنين غير مكتمل النمو فمش قادر ان هو ينمو او ينشط او مصبتات انبات الجنين اللي هي بعض المواد الكيميائية اللي بتعمل على تصبيت او منع انبات الجنين زي ما احنا شايفين كده ان الجنين ممكن يتعرض لعدة مشاكل رغم توفر جميع الظروف البيئية المناسبة من حرارة من رطوبة يعني وجود ماء من اكسوجين مهيأ له وموجود في الطربة بحيث ان حبيبات الطربة مفككة وبتحتوي على الاكسوجين اللي لازم لتنفس الجنين ولكن الجنين لا يستطيع القيام بدوره مش قادر ينمو مش قادر ان هو ينشط ويبدأ يكون الجزير والريشة بتاعته نتيجة ايه ما كل الظروف هي متوفرة له يعني الظروف الخارجية كلها مهيأة انه يخرج ويبدأ ان هو ينشط ويكون لنا نبات جديد طب ليه هو في حالة كومون وايه هو كومون الكومون هو عملية سكون للجنين او عدم قدرة الجنين على القيام بوظائف الحيوية نتيجة ايه بقى عايزين نعرف ايه سبب الكومون ده فقالك ممكن يكون فيه كومون اولي ده نتيجة ايه قالك نتيجة صلابة القصرة ممكن تكون القصرة او الغلاف الخارجي صلب جدا بتاع البزرة فبالتالي مش قادر ان هو ينفذ اليه الماء الماء مش قادرة تدخل من خلاله او القصرة صلبة جدا بحيث ان الجنين حتى عايز ينمو بس مش قادر ينمو لصلابة القصرة اللي هي بتكون محوطة وعملة زي الغلاف القوي حواليه فبالتالي ما بيقدرش ان هو يفك نفسه او يخرج بره هزي القصرة يبقى اما القصرة صلبة فمش مخلية الجنين قادر يتمدد ويخرج وينشط او ان الماء مش قادر يدخل للجنين نتيجة ان القصرة صلبة جدا وملساء ومش قادر يدخل للجنين علشان يقوم بازابة المادة الغذائية وتنشيط الانزيمات اللازمة للنمو رقم 3 ممكن عدم اكتمال نمو الجنين نفسه يعني ممكن يكون الجنين ما اكتملش نموه غير قادر غير جاهز لعملية النمو او ان تكون مصبطات النمو موجودة في البزرة وبالتالي لا يستطيع الجنين القيام بالنمو نتيجة وجود مواد كيميائية بتمنع يا اما تفكيك المادة الغذائية يا اما بتجعله في حالة الكمون الاولي اللي تكلمنا عنها نشوف النوع التاني من انواع الكمون مع بعضينا وهو الكمون السنوي بيحدث الكمون السنوي عندما تتغير احد العوامل البيئية الاساسية للانبات وبيصبح غير ملائم للانبات او لتعرض البزور الى عوامل سيئة اثناء تخزينها قبل موعد الزراعة المناسب لكل نبات مثل سوق التهوية والحرارة بالمخازن والتعرض للمواد السمة يبقى ده خارج عن العوامل البيئية ولكن بيكون في عوامل اخرى زي عوامل التخزين السيئة او عوامل سوق التهوية والحرارة داخل المخزن طيب ازاي نقدر بقى نكسر كومون هذه البزور ايه هي الطرق اللي نستطيع من خلالها كسر كومون البزرة بتتعامل او بنعامل البزور قبل الزراعة يعني قبل ما نزرع البزور لازم نعامل البزور بالقاتي الخدش الميكانيكي وده لتكسير القصرة او لفك صلابة القصرة الاحماض المعدنية وده برضو لتليين القصرة الكامر البارد او الدافق وده لتنشيط الجنين المعاملة بالهرمونات ايضا لتنشيط الجنين وغسيل البزور وده علشان يبدأ او نهيئ البزرة لامتصاص الماء والاكسوجين اللازم لعملية النمو وفي تغيرات بتحدث اثناء انبات البزور زي ما حنشوف مع بعضينا في الصور اللي قدامنا زي التغيرات الطبيعية ودي بتحدث في الشكل الخارجي للبزور وبتكون نتيجة تشربها بالماء حيث تنتفخ وازداد حجمها ودرجة حرارتها مما يؤدي الى تمزق القصرة وتكشف اجزاء الجنين الى هنا بنتوقف وبنتمنى لكم دراسة سعيدة وتوفيق ان شاء الله في الدراسة وبالنجاح والى اللقاء اشتركوا في القناة